أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي أدت لاستشهاد وأصابة عشرات الفلسطينيين على مدار الأيام الماضية واستنكرت مصر بشدة السعي الإسرائيلية المستمرة لتوسيع رقعة المواجهات داخل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية والإمعان في استخدام القوة العسكرية المفرطة وعمليات القتل غير القانونية وتجريف الطرق وتدمير البنية التحتية المدنية والمنازل بالإضافة إلى عمليات الاعتقال وما يصاحبها من تعذيب وشددت مصر على أن تلك الانتهاكات لا ينبغي أن تمر دون حساب وأن على إسرائيل التقيد بالتزاماتها القانونية كقوة احتلال وحماية أمن السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بدلا من سعيها المستمر للتصعيد وتأجيج الصراع في الأراضي المحتلة وجددت مصر تحذيرها من مخاطر سياسة الأرض المحروقة والتي تستهدف تقويد كل مقاومات الدولة الفلسطينية المستقبلية والقضاء على ما يتبقى من أمل للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة